السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحبون جميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن قبل ما بدأت الحلقة سنجاوب جد الناس اللي كتبوا لي في التعليقات أولهم الأخت اللي قالت بأنني كنقدم محتوى مزيون ولكن الموسيقى مزعجة فأنا سنحاول أنني نقص مدى الموسيقى المزعجة باش تبقى على خطرك لأن الهدف ديالي هو أنني نرضي جميع المتابعين أما بالنسبة للانتقادات لها الدامة فأنا كنقول لكم الله يهديكم ودائما أنا معكم هنا يا ودائما الجديد لأن الانتقادات ديالكم لهذا الدامة هي لكتشجاني أنني نزيل القدام ودائما الجديد في هذه القناة وبلما أطول لكم غادي نخليكم مع أبرز عنوذة هذه الحلقة ولكن بعد الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا عليها ترجمة نانسي قنقر سنة كاملة نجمة دوفويس كيدز تعلن في صالها عن زوجها خبر حمل الفنان المغربي يمان البنشليخة يتصدر الترند في المغرب لأول مرة الممثلة سوكينة دارابيل تظهر برفقة نجلها الفنان المغربي سعد المجرد يستمتع بعطلته رفقة زوجتها إيمان باطمة تعبر عن الشياقها لشقيقتها دنيا باطمة ما تزال قضية رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بدريق تثير الكثير من ردود الأفعال ويواجب بدريق اتهامات خطيرة تتعلق أساسا بإجراء معاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق وقال مكتب المدهي العام في هامبورغ لصحيفة ماغوك ديبلوماتيك الناتق بالفرنسية يوميا الثلاثاء إن إجراءات التسليم في مراحلها الأولى وأنه ما زال ينتظر طلب التسليم الرسمي من السلطات المغربية وبحسب نفس المصدر فإن عدم وجود عادة لتسليم المجرمين بين ألمانيا والمغرب يجعل العملية أكثر تعقيدا إلى حد كبير وفق ذات المصدر فإنه في غياب اتفاق ثنائي بين البلدين فإن تسليم المجرمين يجب أن يمر عبر القنوات الدبلوماسية وبعد ذلك سيتعين على مكتب المدى العام في هامبورغ تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف المحلية للحصول على الموافقة لتسليم بودريقة إلى المغرب وأشار مكتب المدى العام في هامبورغ إلى أن تاريخ قرار التسليم لا يزال غير محدد وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بموعد نهائي لتسليم بودريقة وتكشف هذه القضية عن سبب غياب اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب وألمانيا بالرغم من قوة التعاون القضائي القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي اعتبرت فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشاركة الصادر يومي الثلاثاء بهليسنكي عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج السيد ناصر بوريطو ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية السيدة إيلينا فالطونين وتبع البيان أن فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصدقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافقة بشأنها من قبل الأطراف مجددا التأكد على دعم فنلندا للمسلسل السياسي الرامي إلى التواصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف كما عبر الوزيران في هذا البيان عن موقفه مع المشارك بشأن الدورة الحصرية للأمم المتحدة في المسلسل السياسي مجددين التأكيد على دعمها لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وتعيد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الداتي تحت السيادة المغربية والذي سؤيده العديد من البلدان تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال هذه السنوات الأخيرة قرار رئيس جماعة أيت الفرسي قليم تنغير الاستقرار نهائيا بالخارج وتحديدا بإسبانيا رفقة أسرتها وفق مصادر محلية فإن الرئيس المذكور قرر الهجرة خارج أرض الوطن رفقة أفراد عائلته خوفا من المتابعة والاعتقال بعد حملة الاعتقالات الواسعة النطاق في صفوف المنتخبين وحسب ما هو متداول بالإقليم فإن الرئيس المذكور قدم استقالته بقنصلية المملكة في إحدى مدن إسبانيا يأتي هذا بعدما أعلن عام الإقليم تنغير في أبريل عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة أيت الفرسي بعد استقالة الرئيس السابقة الإعلان جاء بناء على القرار العاملي القاضي بمعينة قطاع أوميرتو محمد عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة أيت الفرسي مع ما يترتب عليه من حل لمكتب مجلس الجماعة وذلك تبقى للأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الرئيس السابق لنفس الجماعة كان قد اعتقل وأحيل على سجن ورزازات لتورطه في جناية اقتلاس أموال عمومية اعلنت نجمة دوفويسكيت التونسية نور قامر خبر انفصالها عن زوجها بعد مرور حوالي سنة على ارتباطها بشكل رسمي وكشفت نور قامر بأحدث خراجاتها الإعلامية عن نهاية علاقتها بزوجها الذي اختار أن يبقى بعيدا عن الأضواء حسب تعبيرها وأوضحت التونسية نور قامر أن الانفصال بينها وبين زوجها الذي يحمل الجنسية اللبنانية الانفصال حدث قبل فترة إلا أنها لم تصرح بذلك يشار إلى أن الفنانة الشابة نور قامر كانت قد أعلنت قبل سنة خبرات باطية وشاركت صورا من حفل عقد قيرانيا مع المتابعين عبر منصة الانستجرام أثارت الفنانة الماربية منال بنشليخة شكوك المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص حملها في أحدث ظهور لها وتنقلت مجموعة من الصفحات عبر موقع الانستجرام خبر حمل الفنانة الماربية منال بنشليخة مولودها الأول عقب ظهورها بملابس فضفاضة في صارتها بمدينة الرباط وتوقع عدد من المتابعين عبر منصتي على الانستجرام وتيك توك أن بنشليخة تحاول إخفاء خبر حملها عن الجميع لذلك ظهرت بهذه الإطلالة يشار إلى أن الفنانة الماربية منال بنشليخة أحيت مساء يوم الإثنين صارتين فنيتين الأولى بمدينة الرباط والثانية بمدينة العرائش تقاسمت الفنانة الماربية سوكينة دارابيل مع متابعه عبر منصة الانستجرام لأول مرة صورا لها رفقة نجلها الوحيدة كشفت سوكينة دارابيل عن ملامح ابنها تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الذي أقامت وسط حضور أقاربها ونشرت سوكينة دارابيل مقطعا عبر حسابها بالانستجرام أرفقته بزدوينة كتبت فيها في مثل هذا اليوم رزقت بقلبي ابن الغالي الله يحفظ لي يا رب ويخلي لكم كل أزيزء غالي يشار إلى أن الفنانة الماربية سوكينة دارابيل كانت قد كشفت أثناء مرور هدفة ببرنامج راشيد شو أنها رزقت بطفلها الأول خلال فترة انتشار فيروس كورونا وستجد سنة 2020 اختارت له اسم محمد غالي شارك النجم المغربي سعد المجرد متابعي عبر حسابه الرسمي على الانستجرام فيديو يوثق لحظات استمتاعي بأطلته الصيفية لفقة زوجته غيث العلاكي وصديقي المقرب عصام وشمام وظهر سعد المجرد في الفيديو ويسبح في البحر ويستمتع بركوب الأمواج وعلق عليها قائلا أفضل الإجازات غالبا ما تكون هي الأبسط استمتع باللحظات الصغيرة والأشياء البسيطة التي تخلق ذكريات لا تنسى البساطة هي مفتاح تجربة لا تنسى ومن بين آخر أعمال الفنان المغربي سعد المجرد أغنية مصرية بأنوان بشوفك والتي لاقت نجاحا كبيرا حيث تمكنت في ظرف وجيز من تحقيق أزيد من 600 ألف مشاهدة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب أعربت المغنية إيمان باطمة عن الشياقية لشقيقتها الفنان المغربية دونيا باطمة التي تتواجد بالسجن الوداية بمدينة مراكش منذ أزيد من 6 أشهر نشرت إيمان باطمة صورة رفقة شقيقتها دونيا عبر حسابها الشخصية بموقع التواصل للشيماعي بالإنستجرام أرفقات بتعليق كتبت فيها تحجتها يشار إلى أن الفنانة المغربية دونيا باطمة تم إيداعها لسجن الوداية بمدينة مراكش شهر فبراير المصارمة من أجل إمضاء عقوبتها الحبسية فيما يخص توروطها في قضية حمزة مومبيبي وكانت محكمة النقد قد رفضت الطعن الذي تقدمت به دونيا باطمة بشأن العقوبة الصادرة في حقها استئنافيا في ملف حمزة مومبيبي قررت محكمة الاستئناف بمراكش رفع الحكم الابتدائي الصادر في حق المغنية المغربية دونيا باطمة الذي أذانها بثمانية أشهر حبسا نافدا بزيادة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم إلى هنا نكسف بهذا القدر وأقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة